مهندس ميكانيك التهران لمعلق رياضي يعني جاب كبير أو يعني مسافة كبيرة قوي ما بين الاتنين إيه اللي حصل حكي لنا الموضوع هو أساسا التوجه أنا بالنسبة لي وأنا في المدرسة يعني باتجاه التعليق الرياضي ده والله من ونت صغير من وانا صغير يعني وكان معاي وتكلمت في هذا الموضوع أخوي اللي أكبر مني محمد وعلى فكرة محمد أعمى أعمى أنا محمد كنت سايب له جزء لأن محمد ده أنا عارف أن يعني بيحبك جدا وبيحب يسمع صوتك جدا وهو اللي بيعبعت لك كمان أو بيصحح لك لو قلت حاجة كده أو كده بيديك معلومة وحريص على أن يتابع يعني ودائما هو اللي يقدم لي الدعم الكبير يعني على أساس أني أنا أواصل المسيرة هذه بتوجه من يوم أنا صغير للتعليق الرياضي لكن وقتها ما كان عندنا لا قناة تلفزيونية مختصة في الرياضة ولا مباريات منقولة بشكل كبير فلما رحت للتلفزيون قالوا لي خلاص يعني الوقت هذا ما مش محتاجين معلقين الرياضيين فاضطريت أني أنا أتوجه بعيدا عن الإعلام ودرست هندسة ميكانيكية أو هندسة كهربائية عفوا تخص في الكلية الفنية الجوية التابعة للسلاح الجو العماني كملت دراسة خلصت خرجت بعد ما تخرجت مباشرة جتني الفرصة أني أنا أروح تلفزيون عمان بعد ما وصلت للتلفزيون خلاص أنا أنا شيء أحبه من البداية شغف باتجاه التعليق الرياضي شوية كانت فيه ظروف صعبة جدا على مستوى البدايات إسلام أنا كنت أقطع مسافة ألف كيلو ينهرب ين ألف كيلو من أسوان يعني زينا هنا من أسوان من المكان اللي أشتغل فيه أنا ألف كيلو إلى مقر القناة بشتغل مهندس فأنت تشتغل في المكان بتاعك ده طبيعي أيوة بشتغل بعيد جدا بعد ذلك بتخلص وتروح بخلص في حاول في الويكند يوم الأربعة كنا بننقل مباريات دوري عبطال أوروبا أوكي على البث الأرضي فأقطع مسافة ألف كيلو عشان أوصل لمقر القناة وأعلق مباراة خلال ويكند وأرجع ثاني مرة لمقر العمل ممكن أن أسأل سؤاله هو طبعا يعني اللي أنا أعرفه يعني أني دايماً قناتنا بتبقاش يعني للمعلقين ما بتديش مثلاً يعني الفلوس الكتير اللي تخليك تروح وتيجي ما هو إلا يعني بتصرف أكثر من اللي تاخده يعني صحيح ده اللي أنا فهمه صحيح فده شغف طبعاً أنا المصروف مكان كافي يعني البنزي مسر أيوة أنا قصدي بس أنا عندي قناعة شخصية أني أنا لازم أروح وأعلق على الموتش أوكي أوكي بتعب اليوم أتعب بكرة أتعب شهر سنة لكن بعد سنة ممكن يتغير الوضع وهذا اللي حصل كان عندك الشغف ده جوايك أن أنت بعد سنة أو اثنين أو تلاتة حيتغير وكان عندي إحساس أني أنا حتى لو روح تلفزيون مثلاً عمان مرح أكمل أنا لازم أطلع بره ألسك لازم أطلع بره أشوف نفسي استمرت مع التلفزيون لمدة أربع خمس سنوات بس الحمد لله من أول سنة طلعنا على بطولة كاس الخليجي في الكويت مع المنتخب اللي كانت فيها بداية الجيل الذهبي لل لكرة القدم العمانية فارتبط اسم الجمهور العماني باسم خليل لأن دلوقتي بدأنا شوية نلعب كورة وتتحسن النتائج كده مع التعليق الرياضي فصرت يعني دائما المعلق الأول على مباريات المنتخب استمرت لين 2007 في التلفزيون جتني فرصة في قنوات الكاس قبل كده يعني دي كانت البداية 2001 من 2003 تقريبا 2003 إلى 2007 تفتكر أول مطش عملته؟ عملت مطش شباب بين منتخب الصين ومنتخب السعودية دورك كانت دورة صداقة دولية عندنا المنتخبات الشباب فكان مطش ثالث ورابع وفأنا من أول مطش يعني قلت أطلع أول مطش أول مطش أطلع فيه هواء وحتى المباراة بدأها معلق ثاني أول ربع ساعة وقال نقدم لكم الآن معلق رياضي كذا كذا فأنا قبل المطش كنت عاوز عمل حاجة يعني خلي الناس تسمعني من أول يوم تسأل مين ده فنزلت قبل بداية المطش لمساعد مدرب المنتخب الصيني فسألته سؤاله بتكلم الإنجليزي قلت له أنتوا يعني بعد الجايين مشاركين للبطولة بهدف ايه قال لي نحنا نستعد لتصفيات كاس العالم اللي راح تكون في الإمارات قلت له لا عطني إياها بالصيني ديني الكلام ده بالصيني مش بالإنجليزي فرح مكلمي الصيني وأنا رحت كاتب الكلام بالعربي فلما أطلعت على الهواء قلت له أنا سألت مدرب ومساعد المدرب المنتخب الصيني لماذا أنتم تشاركون فيها بطولة فجاوب تشينغ هنغمانغ فالناس تسأل يعني أيوة فيما معنى أيوة فالحمد لله كانت بداية مثل ما مهدس بردو أيوة فحاولت أن أعمل حاجة بس خلي الناس تفتكر فيها خليل فالحمد لله دي كانت البداية واستمرت لغاية 2007 دي كانت البداية التانية بقى أو الانتقال الآخر صحيح 2007 قنوات الكاس كانت بتنقل بطولتين كاس آسيا وكوبا أمريكا كاس آسيا وكوبا أمريكا بطولتين طوال جدا أيوة تعرفت كاس آسيا كانت في شرق آسيا بتتلعب النهار بدري وبطولة كوبا أمريكا تتلعب آخر الليل فكانوا محتاجين معلقين كانوا محتاجين معلقين انتصلوا فينا احنا والله عاوزينك منتدب لمدة شهر واحد تتعلق لنكب مطش وبعدين توكل على الله يعني تمام طبيعي طيب إن شاء الله وصلت القناة علقت مطش الأرجنتين أول مطش في قناة الكاس في كوبا أمريكا ساعة 12 ونصف وحدة بالليل خلصت الشرط الأول بلاقي المدير بيتصل بيكلم المدير البرامج الودة وقعوا معاه حاليا حقيقي؟ بعد الشوت الأولى؟ بعد الشوت الأولى؟ قلت لهم لا نهد شوي قلت لهم لا نهد شوي سبع دامة زينين رايح جاي فنهد شوي ونخلص الأمور فأبدأ ورغبتهم بالتعاقد من أول مباراة الحمد للعرب العالمين وبدأت مسيرتي في أغسطس 2007 مع قنوات الكاس هذه كانت البداية؟ هذه كانت البداية وبعد كده كملت بقى في قنوات النقلة الثالثة كانت قنوات بين سبورتس أو الجزيرة الرياضية سابقا كانت قبلك أنت فيها من أمي الجزيرة أيوة كانت في أيام الجزيرة الرياضية في بداية 2010-2011 كانت البداية مع المباريات كوبا لبرتادوريس دوري برازيلي دوري أرجنتيني كانت بداياتي في قنوات الجزيرة الرياضية والحمد لله رب العالمين مع الاستمرارية إلى يومنا هذا مع بين سبورتس